برحب فيكن جميعا ودرسنا اليوم هو تتم للدرس السابق رح نكمل فيه الحديث عن دن لكن ليس كأداة ربط إنما دن كبارتيكل وهذا الشي رح نشوفه بدرس اليوم ونكمل بقية الأمثلة اللي بدينا فيها في الدرس السابق اللي حضر معنا الدرس السابق فينو يكمل معي هون مباشرة أمل عم يحضر الفيديو لأول مرة فمن الأفضل أنه يرجع يحضر الفيديو السابق الدرس السابق وبعدين يكمل معي هون معكن إلهان من قناة سواني ألمانية مع إلهان منبدأ بدرس اليوم تركيب الجملة أو بناء الجملة عندي هون كمان عنوان الجملة الرئيسية القسم الحادي عشر طبعاً نحن في الدرس الماضي انتهينا بشكل كامل من الحديث والشرح عن دن كأداة ربط انتهينا من كل الحالات المتعلقة بدن كأداة ربط وبدينا بالشرح عن دن مختلفة تماماً بالمعنى والوظيفة لكن لنا تكتب بنفس الشكل ورح نشوف في درس اليوم تتمت الأمثلة اللي بديناها في الدرس السابق بداية رح نعيد التسكير هون بالقاعدة اللي مرت معنا في الدرس الماضي عندي هون دن فشتاكت ان اوزاجن und فراجن جفويل انترسن انجدول und زويفل زودم درückt اس افت اينا فلجرون اوز اذا دن بتعزز او بتأكد في الاقوال والاسئلة المشاعر العواطف والاهتمامات والعدم الصبر والشك او قريبة اضافة الى ذلك الى جانب ذلك تعبر عن الاستدلال فولجرون اذا هاي وظيفة دن ضمن الجملة ان هاي دن مختلفة تماما عن دن كأداة ربط والى هون وظيفة ومعنى مختلف تماما مثل ما شرحنا هون بالقاعدة رح نكمل هون بدرس اليوم امثلة جديدة عن الحالات الاخرى في الدرس الماضي اتعرفنا على بعض الجمل والامثلة بالنسبة ل الانتغسن الاهتمامات رح نشوف بدرس اليوم بقية الحالات الموجودة عندي هون بالقاعدة نبدأ مع بعض عندي هون بايش بيلي بايش بيلي امثلة عندي هون دن عندي هون المثال الاول بيستو دن بلند زيستو اس نيشت اذا مثل ما حكيت في الدرس الماضي بجانب كل سؤال في ترجمة للغة الالمانية بطرح مختلف اذا هون عدت كتابة السؤال كتبتلكم السؤال بشكل اخر لتقدروا تفهموا معنى دن في السؤال الاول بشكل اسهل وافضل دون الحاجة لترجمة للغة العربية فينا هون نشوف السؤال بطرحوا شكل مختلف لتسهل علينا عملية فهم المثال الاول او السؤال الاول اذا عندي هون بيستو دن بلند اتكونو اذا اعمى زيستو اس نيشت يعني ألم تراهوا ما شفتو عندي هون بين قوسين جفهول جفهول اذا عندي هون شعور عاطفة على سبيل المثال انك قلت لاخوك اللي صغير او انك قلتي لاخوك اللي صغير ممكن تجيب لي الهيندي او البحمول من غرفتي وراح دور 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 وبعدين ملق الهيندي ورجع قالك ما لقيته فممكن انك او انك تطرح السؤال التالي بيستو دن بلند بيستو دن بلند اتكونو اذا اعمى يعني رح تدور تصع وما شفت التليفون بيستو دن بلند بيستو اس نيشت دخلت دن على الجملة وهذا هو الهدف من درس اليوم انكن تفهموا معنى دن لما بتجي بهذا الشكل بيستو دن بلند اتكونو اذا اعمى اذا هون دن لعبة وظيفة التطخيم والتأكيد في الجملة متل ما شرحت في القاعدة زيستو اس نيشت اذا هون نفس المعنى للسؤال الاول بيستو دن بلند اتكونو اذا اعمى زيستو اس نيشت الم تراهو هيك منكون وضحنا معنى دن في الجملة او في السؤال منشوف هون التالي المثال التالي كمان عندي سؤال وعندي هون فراجة زيكن لانه عندي هون سؤال اذا اشارة استفهام جميع الامثلة هون المطروحة في صيغة السؤال وعندي هون طرح آخر للسؤال متل ممضح عندي هون باللون الغامي عندي هون فراجة زيكن اللي هي دلالي على السؤال اشارة استفهام عندي هون بين قوسين انجدلد انجدلد عدم الصبر او نفاذ الصبر ايمت ممكن اطرح هذا السؤال على سبيل المثال ام مع ابنة بمحل ايس كريم وطلب الولد اني يأكل ايس كريم بوزة اكل اول واحدة واكل تاني واحدة وبعدين بدو كمان واحدة تالتة فبهالموقف وبهالحالة ممكن الام تطرح على الولد السؤال التالي است اس دن نوخ نيشت جنوك است اس دن نوخ نيشت جنوك الا يزال اذا غير كافي غايت اس اما نوخ نيشت الا يزال دائما غير كافي يعني ما كفى الشيء اللي اكلته اكلت انتين وبدك واحدة تالتة ما كان كافي است اس دن نوخ نيشت جنوك اذا اجت هون دن لا تأكيد المعنى لتعزيز المعنى وتطخيم المعنى لاني الموقف كان بيحتاج اني ينطرح السؤال بهاي الطريقة است اس دن نوخ نيشت جنوك الا يزال اذا غير كافي هيك منكون وضحنا ايمت منطرح السؤال بهذا الشكل وليش منستخدم دن واننا عنا هون انجدولد عدم الصبر او نفاذ الصبر منشوف هون المثال عندي هون كمان سؤال صيغة سؤال وعندي هون كمان مثل مصطلح في اللغة الالمانية معناه اكان اذا الكثير من الاشياء الجيدة كان كتير من الشغلات اللي منيحة اذا بستخدم هون السؤال لما بدي اعبر عن المبالغة أكان اذا الكثير من الاشياء الجيدة كان كتير من الشغلات المنيحة لدرجة المبالغة ممكن هون اطرح السؤال بشكل مختلف لكن هاي الصيغة هون قديمة شوي غير مستخدمة حاليا إذا عندي هون بين قوسين عندما يكون أمير ما متكبر عندما يكون أمير ما متكبر وغير محترم واقح kann من سيح ديس فغا فين بزوغ على سينا وولستان وان سينا اتسيه سينا بيهدر الواحد بيهسن الواحد يستطيع المر أن يطرح السؤال حفظوا هاي هون مثل المصطلح بما معناه فيما يتعلق بي فيما يتعلق بي إن بزوغ auf seinen وولستان وولستان يعني الرفاهية أو الرخاء أو اليسر auf seinen وولستان يعني لا الرغة أو اليسر أو الرفاهية تبعيتو اللي هو عايش فيه auf seinen وولستان und seine اتسيه stellen و تربيته اتسيه يعني تربيته اتسيه التربيه دي اتسيه التربيه Kann man sich diese فراج in بزوغ auf seinen وولستان und seine اتسيه stellen يستطيع المر أن يطرح السؤال فيما يتعلق ب رفاهيته و تربيته أن يطرح السؤال انا سؤال اذا عندي هون السؤال بهذا الشكل بما معناه اصدي اني اقول هات التكبر او عدم الاحترام وهون بطرح السؤال التالي في هالحالة إذن هون بطرح هاد السؤال في هالحالة ممكن اني استخدم السؤال هون أكان هذا الكثير من الاشياء الجيدة كان هذا شي كتير مبالغ فيه إذن هون كمان بقدر بطرح السؤال في هالحالة ومنحاول نفهم معنى السؤال باللغة الألمانية والهدف من كل هذا الشرح اني نعرف اني هون هي للتضخيم او تعزيز المعنى الشي المراد قوله هون في هاد السؤال هو يعني انا كنت بتمنى ياريت بفضل لو اني هنن ما انعطى لقلون كل هالشغلات المنيحة أو هالخير الوفير مننتقل الامثلة الاخيرة من درس اليوم عندي هون باي شبيلة امثلة كمان عندي دن عندي هون سؤال لقلون الفعل الفعل هون هو فعل يعني يستلقي يتمدد يعني وين يستلقي هو المقصود طبعا هون الهاتف المحمول دس هندي اذا هون المقصود بالسؤال وين محطوط لكن ليش استخدمت فعل لأنه هو بيكون بشكل ممدد بيكون مستلقي عندي هون كمان بين قوسين يعني استدلال اذا انا هون بعد السؤال طرحت ايضا سؤال لا استدل على مكان الهاتف اذا السؤال كان بالشكل التالي لقت دس هندي اوف ديم زوفا فراجة سيشن عندي هون سؤال هل الهاتف المحمول او الجوال ملقى على ال صوفا على الكنبا على الكنباية او الصوفا لقت دس هندي اوف ديم زوفا فراجة سيشن عندي هون سؤال هل الهاتف المحمول او الجوال ملقى يستلقي ملقى على ال الصوفة او الكنبة اتى هون عندي الجواب لا فبالتالي راح اطرح سؤال معاكس لا استدل على مكان الهاتف عندي هون استدلال اينا اذا وين لكن وين محطوط لكن اذا استخدمت دن هون لتعزيز المعنى تأكيد المعنى كان فيني اقول بس لكن ضفت هون لحتى اأكد او اضخم المعنى اعزز المعنى لحتى استدل على مكان الهاتف اينا اذا اذا هيك بنكون وضحنا استخدام دن هون في السؤال بنشوف المثال هون هل امتلكت الكتاب منها هل امتلكت الكتاب منها هل حصلت على الكتاب منها عندي هون الجواب ناين لا فن ويم دن فن ويم دن من من اذا عندي هون طرح اخر للسؤال فن ويم هستو اس زنست فن ويم هستو اس زنست وإلا من من حصلت عليه من من امتلكته وإلا من وين امتلكته من وين حصلته من وين جبته فن ويم هستو اس زنست عندي كمان هون فلجرونج استدلال اذا بداية انطرح السؤال بالشكل التالي هستو دسبوخ فنية هل امتلكت الكتاب منها هل حصلت عليه منها هل حصلت على الكتاب منها أتى الجواب ناين لا وبالتالي طرح سؤال معاكس فن ويم دن من من اذا اذا استخدمت هون دن لتعزيز المعنى تأكيد المعنى تطخيم المعنى من مين لك من من اذا اذا بلاحظ هون اني استخدمت دن لحتى اأكد المعنى اعزز المعنى لما طرحت السؤال المضاد بداية قلت هستو دسبوخ فنية هل امتلكت الكتاب منها رد علي قال لي ناين لا فبالتالي طرحت السؤال بشكل معاكس واستخدمت دن من من لك من من اذا او انه هون طرح اخر للسؤال من من حصلت عليه اذا عندي هون اس لانه دسبوخ اذا عندي هون حيادي اذا بلاحظ اني استخدمت دن لتعزيز وتأكيد المعنى من خلال هون السؤال اللي اتى بعد الجواب ناين اذا حستو دسبوخ فنية ناين فن فيم دن من من لك او انه هون طرح اخر هيك بنكون شرحنا الدن بشكل تفصيلي وانتهينا منه بشكل نهائي بيضل عنا هون الوظيفة فبندن سي دي فلجندن ساتزبار لجملة رئيسية متسلسلة واستعملوا بهذا ادوات الربط المبينة اللي عندي هون بين قوسين وعندي هون السؤال كمان هل التبديل بين جملتين رئيسيتين ممكن اذا حسب القاعدة اللي اخدناها في الدرس الماضي وكان درسنا اليوم هو تتمت الدرس الماضي عندي هون المثالين منشوفهم مع بعض الوظيفة هو لديه في الجغرافيا اعد كند الجغرافيا او علوم الارض خمسة على الشهادة اذا هو اخد خمسة بالجغرافيا على شهاده الجملة الرئيسية التانية هون هو نادرا ما انجز وظائفه اذا هو نادر ما اني كتب وظائفه او حل وظائفه عندي هون اداة الربط راح اربط فيه بين الجملتين الرئيسيتين حسب الوظيفة هون وكمان بنفس الوقت بشوف اذا التبديل ممكن او لا بين الجملتين حسب القاعدة اللي مرت معنا في الدرس الماضي منشوف هون الوظيفة التانية نحن نسافر بكل سرور الى مدينة هنوفر اللي تقع فيه وسط شمال المانيا عندي هون الجملة الرئيسية التانية من كان دوت جوت شوپن من كان دوت جوت شوپن اذا المرأ او الواحد بيقدر هنيك اني يتسوق يتبضع بشكل جيد من كان دوت جوت شوپن عندي هون دين بين قوسين راح استخدمها لربط بين الجملتين الرئيسيتين الاولى والتانية وكمان راح اشوف اذا التبديل بين الجملتين الرئيسيتين ممكن او لا حسب القاعدة اللي درسناها في الدرس الماضي هيك بنكون وصلنا لنهاية الدرس اليوم اكتبوا لي الحلول بالتعليقات اسفل الفيديو ورح شوفهم اذا فيه اخطاء راح صلحهم وفي الدرس القادم راح يكون في عنا موضوع جديد وقاعدة جديدة بتمنى تكونوا عم تستفيدوا لا تنسوا اللايك والسبسكرايب ابو نيغن الاشتراك بالقناة من خلال الضغط على الزر اشتراك او ابو نيغن اسفل الفيديو او من خلال الدائرة اللي راح تظهر فيه منتصف الشاشة بتمنى لكم كل السعادة والتوفيق كان معكم الهان من قناة سواني المانية مع الهان والى اللقاء قريبا في الدرس القادم